ننتقل بك إلى الانتباه ومنها نقرأ الحكومة نسعى لمقابلة الطلب على اللحوم السودانية قال وزير الثروة الحيوانية بشارة جمعة أرور إن الفترة المقبلة ستشهد طفرة حقيقية في قطاع الثروة الحيوانية لمقابلة الطلب على اللحوم السودانية لاعتمادها على المراعي الطبيعية وخلوئها من الأمراض الوبائية مؤكداً الحرص على التطوير المسالخ لتسهم في سادر الحيوان وأشار أرور خلال حديثه في برنامج مؤتمر إذاعي الذي تبثه اللزاعة القومية لاعتماد إقامة مسلق حديث بالشراكة مع الصين للاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة لإنتاج اللحوم من ذات جودة عالية للتصدير مع إدخال تقنية حديثة وتوفير فرص التدريب يعني هل تتوقع انتعاش قطاع اللحوم أو الثروة الحيوانية من خلال المرحلة القادمة وعلى توقيع اتفاقيتين مع الصين وتركيا لإنشاء مسالح والمؤكد أن قطاع الثروة الحيوانية يعاني من مشاكل جمعية التي أقعدت به وحقيقة أي محاولة لإنهار هذا القطاع وتطويره وبناء على ذلك يتم تطوير الصادرات الثروة الحيوانية يعتمد بالأساس على مدى معالجة هذه المشاكل التي أقعدت بهذا القطاع حقيقة صحيح نحن نملك ثروة هائلة جدا ثروة حيوانية تفوق تقريبا تفوق المائة مليون رأس من الماشي لكن يعني أستاذ حيدر نتحدث كثيرا عن وضوع الثروة الحيوانية لدينا أكثر من مائة مليون رأس لكن لم يجرى مسح يعني لأثر الحيوانية في سوال إلا في السبعينيات يعني حتى أنه ليس هناك مسح حديث يعني نعم صعيح صعيح هذه واحدة من العلال الكبيرة جدا عندنا وما العدد أكثر أن التخطيط لا بد أن التخطيط يقوم على معلومات دقيقة وإحصاءات حقيقية هذا واحد من بديهيات التخطيط الاستراتيجي ويعني نظم من قد قيل أنه قد نظم إحصاء حيواني كان مرافقا للإحصاء السكاني ولكن لا أدري لماذا لم يتم التوصل إلى العدد الحقيقي لما يمتلكه السودان من السروة الحيوانية لكن على كل حال هي في المجمل ثورة كبيرة وهائلة هذا مما لا شك فيه أيا كان الرقم صحيح أو غير صحيح الذي يتردد الآن حوالي 109 مليون رأس أو المهم أكثر من 100 مليون رأس لكن المشكلة أنه رغم هذا المورد الهائل الكبير جدا إلا أن حجم صادر فيه ضئيل وضعيف بشكل مخجل يعني لا يتناسب مع هذا الحجم الكبير وهذا كما قلت أنه يعني لتطوير يؤكد أن هذا القطاع يعاني من مشاكل الجمة تحتاج إلى معالجات حتى يتم الإناطة كيف يعني مشكل هذه المعالجات أستاذ حيدر حقيقة يعني حتى الآن إلى حد كبير جدا نحن نعتمد على القطاع التقليدي على القطاع التقليدي في مجال الثروة الحيوانية البنية التحتية لمسألة صادرة الثروة الحيوانية يعني متدنية وتحتاج إلى مسألة النقل مسألة المبردات مسألة الرسوم والضرائب الباهظة يعني نحن الآن في الداخل هنا في السوق المحلي نعاني من ارتفاع كبير جدا في أزعار الرسوم فما بالك فكيف تستطيع أن تنافذ في الأسواق الخارجية وهذا في واحد من أسبابه مسألة الرسوم والضرائب الباهظة التي يعاني منها هذا القطاع ثم بالإضافة إلى ذلك نحن في الغالب نصدر المواشي اللحوم حية يعني اللحوم حية مواشي وهذه أعيدها أقل مما لو كنا نصدر اللحوم أو حتى اللحوم مصنعة أيضا نحتاج إلى المسألة تحتاج إلى إنشاء مسالخ حديثة يعني مسالخ تناسب الصادر وليس مثل هذه المسالخ المنتشرة الآن مسالخ بمواصفات محددة أيضا قطاع نفسه يحتاج إلى اهتمام من حيث اللقاحات والبيئة العامة المنتجة للسروة الحيوانية كل هذا يحتاج إلى عمل ثم بعد ذلك نتحدث عن تعظيم صادر السروة الحيوانية أما في معدى ذلك يبقى مجرد حديث يضاف إلى الحديثة السابقة المتكررة والويرج والندوات التي حقدت وكلها تتحدث في هذا الجانب دون حدوث أي تقدم يذكر في هذا الأمر يعني الخبر أشار أيضا إلى توقيع اتفاقيتين مع الصين وتركيا كيف يمكن الاستفادة من تجارب هذين الدولتين خصوصا بأنه من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للمواد الغذائية خصوصا اللحوم نعم موضوع الشراكات مهم كانت شراكات على المستوى الداخل المحل كانت هناك شراكات أيضا مع بلا روسيا نعم نعم موضوع مهم جدا مثل هذه الشراكات أن تتم على المستويين الخارجي مع دول مثل التي جاء ذكرها في الخبر وعلى المستوى الداخلي مع القطاع الخاص أعتقد أنها يمكن جدا أن تساهم في ترقية صادر المواجهة السودانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر